موسيقى 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 جمهور النطر بمحب وصبر استقبلهم بالورد وباسمهم صرح ولأنه النجم منشوفه من أبعد مكان فريق عمل مهرجان شام حبي يقرب النجوم على الأرض لتكون عم تلمع مع جمهوره موسيقى 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 تحية للجيش العربي السوري هالجيش يلي بيوحد ما بيفرق هو مدافع عن إرادة البقاء والصمود تحية للشهداء الأبرار أنتوا أبطال وشهدئكن أبطال موسيقى كيب هاللحظة كل شهيد عبي طلع لا يدافع عن أرضنا وهون في جنود كمان عبي دافعوا عن سوريا رفعوا اسم سوريا رفعوا علم سوريا بأكبر شاشات أعرض بإستراليا موسيقى سيدني وميربون نجومنا وصلوا على المطار واستقبلوا عدد كبير من جمهورهم اللي نطر اللحظة ليشوفهم بالحقيقة ويعبرهم عن الحب والإمتنان لكل الأعمال الفنية اللي قدموها عبر السنين اللي مضت من البلد الحبيب سوريا موسيقى نجومنا حضنوا جمهورهم بكل محبة وأول صورة شافة جمهورهم التواضع والمحبة بكل ولاية مهرجان الضمن عرض الأفلام وحفل تكريم رائع لنجومنا اللي يجوا من الوطن الحبيب سوريا موسيقى 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 يعني كل الجاليات للأمانة العربية بالأخص الجالية السورية كانوا انطبعات جميلة هيك شي بيكبر القلب متل ما بيقولوا حقيقة بيفرح القلب كمان شكراً لكل القائمين على مهرجان شام السينمائي وعلى رأسهم صديقي مؤسسه يعني هو صديقي صافي عليوش يعني أولاً أنا كثير سعيد إنه هاي المرة التانية عم قدم أفلامي بميلبورن باستراليا قبل سنتين متل ما اقتار وقدمنا أخلام مريم والسوريون والأب وأهم شي هيكي حسينا قديش الناس هون متعطشين ليشوفوا السينما سورية وسينما عربية سواء منيحكي عن الجالية السورية والجالية العربية وحتى على بعض الأصدقاء الأستراليين اللي بهمهم يتابوا هذا الشي المهرجان متل ما قلت فرصة كتير حلوة وهو فعلاً عم يمد جسور من التواصل بين أهلنا في المغترب في أستراليا وبين وطنه سوريا هذا الشي كتير مهم ونتمنى كتير أنه هذا المهرجان يستمر ودعمه يكبر أكتر وأكتر لحتى فعلاً يصير يعني مهرجان راسخ إلو تقاليده والناس يكتفاعل معه باستمرار وطبعاً الجمهور تفاجأ بشخصيات نجومنا المحبة للعالم نجومنا زرعوا الفرحة بقلوب كل شخص بعيد عن وطنه الأم سورية وعطوا الفرح لكل الجالية العربية كانوا همزة الوصل بين المغترب والوطن ولمدة ثلاثة يام تم عرض الأفلام السورية بأهم صالات العرض الأستراليين وعلى غير العادة كان تواجه الجمهور الأسترالي بأعداد كبير I'm very honored to be here and thank you again for bringing us together but also for bringing Syria to us in Australia Have a wonderful event اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة